بعض الناس أخي لا تشددها أذكر لا تخاف عدد ما شاء في الشرع بسم الله بينه كان شيخنا شيخ عبد الرزاق في كل مجلس أبدا كل مجلس لو عالم أخطأ بشيء شيخ عبد الرزاق ينصح لو مجلس فيه مولد منشد أنشد وأخطأ بشيء هذا منشد يقول آه الله الله لو يتقل آه الله يقول آه الله في استفهام هذا في صلاة لو قال لو قال آه الله أكبر ما يدخل في صلاته ليس في مصلي لو في أثناء صلاته ركع قال آه الله أكبر فسد الصلاة وكل هذا إذا لم يفهم معنها أما إذا فهم معناها فقد خرج من ملة الإسلام لو قال آه الله أكبر وفهم أن هذا استفهام خرج من ملة الإسلام يستفهم عن عظمة الله يقول يقيد الله أكبر يقيد أكبر من كل كبير شيخنا يرشد و وينصح ما بانوا الناس اليوم من طلاب العلم أهل العلم يسكتون يسكتون يأتي هذا يتكلم كلهم ساكوا يقول له أنت ما عدت أنت المخطئ هيك آخر زمان وصلنا إليه الذي ينطق بالصواب يقول له أخطأت ليه ما الذي نعم يعني حفهم على هذا القول سكوت هؤلاء سكوت هؤلاء لهم متكلموا لهم أيدوا الحق رضي الله على الشيخ من تولي الشعراء ويقال إلا تقول الحق آه فلا تصفيق الباطل ينشي يرشد والله على ملأ من الناس جاء بعكوية كان هناك مسابقة في القرآن الكريم كان الذي يقرأ الشيخ معمود درغ رضي الله عنه ويخطي يقرأ واحد كان من أهل التحكيم يعني يحقف في النغم آه زي أبو حفظ نغم ما شاء الله زي أبو حفظ ما شاء الله قارئ ونغم حاصل وهد لك والله قارئ بس مال للنغم وضيع الحكم التجويدي قال له أعاد الآية هكذا جوسي دي أعادها مع تضييع لحكم التجويد والله غيرت أهل القرآن على القرآن الناس اليوم عنده غير على المال وعلى الدعم والدنانير والكراسي غير على الدين ما فيه والله صاحب يشيغون أمام الكل أعادها لها جوس هكذا والله الملأ أعادها لها جوس أنه ضيع حكم التجويد من أجل من أجل النغمة من أجل النغمة كان ينصح الشيخنا رضي الله عنه لو متكلم تكلم نعم الله يرضى عن شيخ صادق حبنك ها واحد خطيب متكلم فأخطأ في كلمة عم يتكلم عن الدعاء فقال هؤلاء أين عم يقول بده يقول دعوا الله دعوا من الدعاء فقال لهم دعوا الله هنا عمي شيخ صادق قالوا والله ما من تركه دعوا الله بمعنى تركوه دعوا من الدعاء أما دعوا بمعنى إيه تركوه قالوا دعوا الله قالوا الله ما من تركه شو ما من تركه تركو الله الله يرزقنا الفهم عنده ثكاء عجيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الذي أنا عم يقول الشيخ دعي لي لذكرني حتى أدعو لك جاء وذكر قالوا ذكرني بعد مد قالوا كل ما طالب هناك دعا تقول لذكرني قالوا يا أبي أنا شيخك أم شيختك قال الشيخ تقول لي ادعو لي أما ادعي ادعي لي هيا المؤنثة مخاطبة ها تقول للمرأة ادعي لي وين هذا صعب يطلب الرضا شو سيدي فاكولي واشربي وقاري آله أكبر روح ابن هشام بقى أبو حفص ها عم يتكلم عن يا المؤنث مخاطبة جاء بهذه الآية كم شاهد فيها كمان كمالة الآية تمم الآية كمان فيها فاكولي ترين في آياء المؤنثة المخاطبة كمان الله أكبر خمس شواهد بآية واحدة رضي الله عنه وأرضاه ابن نشام الأنصاري لما شيخه ابن حيان استدل بقول عنتر من شداد وما ما ذكر الآية قال قال ولو ظفر ابو حيان بهذه الآية لما عدل عنها إلى قول عنتر يعني قول عنتر يستشهد فيه لكن أول شيء نستشهد بإيه آيات القرآنية ما ترك الآية ومجيبوا كلام عنتر وبعض ناس كمان بتردوا عنه لجالين بالصحاب الكرام الله الله يوفقنا لكل خير قولوا آمين ناس يذكرون الزنادقة وبتردوا عنه شو سيدي هذا وإذا ذكروا له واحد من الصديقين ما بقول الله يرضى عليه بقول ما عنده حكم هذا ما فهمان ما يعرفوا مجتمع يعني ما قع في نافق لابعرفوا له في دور هدناك زنديق قل الله يرضى عنه الله كنت بتعزي واحد شو سي جاب سيرة الكفر اليهود ها ودعا لهم بالرحمة ورب الكعبة دعا لهم بالرحمة ها لما ذكروا له شيء من هذا صار يلف ويدور ورحمة خاصة ورحمة العامة خلاص قل أنا خطأت ينقل عنك الخطأ ذلك خطأ العلمة مو خطأ العامة هذا سكران شرب الخمرة تهب إلى الله الله بيتوب عليه لكن انت الآن تدعي العلم ولبست على الناس والناس أخذوا بنفاقك وكذبك وأفتيت بغير علم وعمل الناس بهذا هذا ما بمشي الحال أتولها أستغفرك وأتوب ليك سكران بقول أنا أستغفر الله أتوب لي بعد من خمرته ومن ومن الزنا ومن أما العالم إذا أضل الأمة أهار بمشي الحال بالتوبة أن أقول استغفر الله حاقيني لابد أن نصلح ما أفسد وين الله يرضى عن شيخنا الشعفة فتاعة البزم ما غيرت مع برجل دكتور له مؤلفات له كذا قال له شيخنا الشعفة فتاعة البزم قال له والله الآن كنا نقرر مسألة كذا وكذا مسألة الطلاق فذاك بقول ثلاثة وحدة من هالكلام هذا شو سيدي فشيخنا الشعفة فتاعة البزم الله أرضى عنه قال له أنا قلت لهم طيب نحن صلاتنا وصياء كل العبادات الآن ضمن المفاهب الأربع ليه في مسألة أخطر مسألة مسألة الفروج في النكاح والطلاق نخرج عن أقوال فقال له هذا الشيخ الكاتب قال له والله أنا هلأ صرت أقول له هذا يا فتاعة محنك مراد إيدك ولحقني قال له بس يا سيدي ما بيمشي الحال تقول أنت أمام الناس هذا أمام الطلاب هذا كتبك انتشرت في العالم يقول لي أكتب كما كتبت وانتشرت كتبك في العالم الآن بهذه المسألة التي خرج بي عن أقوال أئمة الأربعة الآن أكتب بأنك رجعت عن هذا صحيح تلك المفاهيم التي أفسدتها أنت تاب الله علينا وأصلح الله أحواله